انتي من الناس كنت حكيت على المهرجين قارتاج مقدة سيلي وكنت في الرفماكس راح تقلت السنة بشيكون مية بالمية تونسي معلومة مؤكدة هذي والتخمينات من عندك شوف راني انا ما نشمك الناس اللي ما طيابته على الفيسبوك وكل شاي هاسمع راوا عندي سمعت بحاجة بو هضي يا راوا جريدة قال فهمتني ما انا ما نشبيها برشا انا عندك حاجتي ما انا ما نشبيهم جريدة قال وحظك اليوم اذو ما لثي ما انا ما نشبيهم قال مثل معناها كل ما يعطيك جهدك يجيك مش الدجاز اللي نجيك يا والدي يخدم يخدم انتي ما فهمتك مية انا نحبث شا نقول انا هذي يا راي ينجموا ناس يسمعوه نجموا يقولوا ليش بي قاعد يقول هكا ومحرار يأولو كما يحبو يعني انتي تحب انو يكون مهرجين نية بالمية تونسي اولا نظر الظروفنا الاقتصادية ما عناش مش نخرجوا ديفيز كبير يا رسول الله معتا اموال كبيرة مش تفدليك ديونبا ثم الناس يقول لك يا اخويا كيفاش تقول لك يا موه كرتاج مهرجين دولي اي مهرجين دولي وجه البلاد ارى فهم وجهه وفهم قفاءة فهمت معناها طبعا كان وجه البلاد فهم يدين البلاد وسقين البلاد وعينين البلاد وخشام البلاد واذنين البلاد وزيدا مهم من مقدد الرأي الاخر يقول لك مهم من زيدا استقطبوا فنانين من العالم العربي بش يتحكي علينا ويتحكي علي تونس كيما فنانين التوانسة يمشيوا ويقدموا عروض في بلدان عربية عليش احنا عنك النعرة ديك وما نحبوش ونسكرو عن الوان ايدي شنو رايك هاو نقلبو المسئولية شنو رايك فك الفنان اللي حلو البيه اللي احنا جماهيرنا تحبوا بش يجينا هو من هاك البلاد لتونس يتفكر قديش جيم مرة الكرتاج وقديش اكرمناها وقدش كذا يراعينا شفتها كفاشة مش ادارة وكلم الادارة وتقولي فيها مئات الملايين بالدفيز ووقتها يسمى ما يحبناش اللي يحبني معناها يراعيني واللي يشوفني نبكي يمسح لي دمعتي هذا كصاحبي يعني تشوف مثلا الفنانين الكبار اللي كانوا في وقت ما مرحب بيهم في تونس كيمة مثلا برشة كيمة كابل السهر كيمة عمر الديب راغب عليه ما العديد صحيح صحيح المعلومة المؤكدة انه راغب عليه ما يقولك يراعي في المهرجانات التونسية صحيحة لا اي وصلتني المعلومة صحيح راغب عليه ما ريا اللي ما عنده عنده هراو ثم الناس يحسبوها راغب عليه ما خطر ياسر معناتها مطرب عاتف كل شي يحسبوه معناها هكا شوية ما عندهش مواقف لا 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 فما زوس احنا غالطي فيهم عندك رغب علامة وعندك ولي التوفيق ولي التوفيق عنده مواقف على لبنان وعلى الدنيا وعلى السياسة في لبنان ما دكش فكرة معناها فهم كيفاش هذو ما ناس يفهموا يراعي وفهمت رغب علامة يراعي وذي سي امبورتون حتى مرة نحكي أنا ومديرت عمال وهلا حسن السوسي معتلا نسلموا عليها برشة اللي هي صديقتي ومرأة تخدم في خدمة حلوة برشة قتلي صدقني قتلي فريمون معناها 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 يلي ترجينيرو إساسي امبورتون ولكن مع الرغم بالرغم من هذا يهجموها رغب علامة العديد يهجمو قل قريب شي كري في تونس قريب دراشنوبش معناها فهم برشة هجوم على رغب علامة ويعتبروا انه وجودوا بكثرة في تونس وفي المهرجنات وكين شوفوا الظفة الأخرى سي مقداد ماقاو حفلات رغب علامة دي ما كونبلي ياخويا مادامو كونبلي فهمتني مرحبي شنو مشكلة معتا مادامو معتا يجيب الجماهير وكل شيء واحمد بتاترو بينا جائ برشة مرات فهم زاد الفانين أخرين اللي ما جاوش بتاتر توهم ما نجل زيبوهم يبدال غالكش يمتح كونب غالي شوية ما عندي شفكرة مثلا أنا نقترح مثلا زياد راحباني ما عندي شفكرة زياد راحباني قداش يطلب كشية زياري هذه كلها تفاصيل تلقاها معطا في درد المرجانات تلقاها في درد المرجان كرتاج هم يعرفوا إلي حكاية هذي كيف في الكليب الأخر رغب علامة؟ ماذا بينا التصوير هكا متاع رغب علامة ما شاء الله ليه مانا يوضر عمره 30 سنة شو عامل فيه شو عامل فيه شو عامل فيه كله هو تعتبروا الذكية ان الفنان يوكب العصر ويكون المظهر متاعه اللوك متاعه ونوعية الاغان اللي يقدم فيها رغب علامة ناجحة ناس تحبها شباب يسمعوه صحيح هو قوميما مثلا الفنان بشيكون مثلا لايق في المظهر متاعها حلو يلبس لبسة حلوه يكون مؤين وكل شيء سيتري سنبورتو أما أنا موقف شخصي معانا هفهمت هل هالمدخلات وهالتدخلات الجراحية والطبية كل شيء وشيك باتري بور يدور لي كيني شوية معاته تم شوية عمليات تجميل عملهم راغب لا لا ما نعرش لا ما نعرش شوفونا اخر تصويره على اقل باش نعلقه على التصويره نبدو موضوعين نجمو بقدسيدي تعمل عمليات تجميل ابدا انا هكا يخلقني ربي هكا ونقعة هكا حتى زراعة شعر ما خممتش فيها وعليش نزراف الشعر بالنسبة لي كنت ترس يا بنتي في امريكا كنت راي قداش ناس بلاش الشعر نحسب لك ملايين والله ينهار ما نعملكم تصويره انت على العظماء الكل اللي بلاش الشعر مش معاني انا انسان عظيم محلك كما انت اي 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 بي قتلي لازم يراح اها تصويرته اي ترا 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 شوفوه نجمو زوميو شوية ليه ما شاء الله معاني بجد اذا يا رغب علامة والله رغب علامة والله والله لا معاني شوية على وق الكفور يا علامة هذا هذا اخر تصوير الرغبة ايه يزي عاد هذا اخر كليب ليه عندك ما عاش ناقله اكا تبدل ما عاش ناقله باللحية كا كا فالا ويبتت هو اذا يا شاو هذا هذا اختياره هو نجاح روزاد الفنائل ليزموا يواكب ايه 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 احنا دي معانا اكل اه اقرب حاجة لنا الشرق فهمتني شارق ولو بنان ومصر وكذا فهمتني ما ننظروش مثلا للعالم الغربي في امريكا رو الحكاية دي ما ثماش امه امريكا تقاه تلاثمية كيلوهو يهب الخفيف يقول طلب مليار وميتين هذا حسب نقيب الفناني يعني منعرش اذا كان متأكدين انتموا من الكلام هذيا ريال موم مليار وميتين ايه بصراحة هو معانا سوم خيالي بصراحة مليار وميتين بلايس واحد كيف نقسموه بايا سيدي قداش ايخو العازف معاناان ما نقوله العازف اخو زوزملين فهمتني عشرين عازف قدش يجيوا معناها بشتشوف انت فامتني اربعين مليون معناها شكون ميديار وميتين معناها برشة 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 سترو بحير الحالي قال يصلح المسرحة التونسي يصلح برشة حاجات لا ما يمول عشرين مارجة عشرين مارجة معطى عشرين جيها في تونس